بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا دائما مع بقائه ووجوده سبحانه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين أحبة المؤمنين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الأليم الجلل الذي يمر علينا في هذه الأيام الحزينة أيام استشهاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أسأل الله تعالى أن نكون أهلا لأن نعطي حق هذا المصاب إن شاء الله نبدأ بالمرحلة الثانية من حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه أو الدور الثاني وهو من بعثة النبي إلى الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وآله أرسله رب العزة وقد أوحى إليه عن طريق جبرايل بهذه الآية التي ذكرتها في الحلقة الماضية وأول من آمن به من النساء هي زوجته خديجة بنته ولد صلوات الله وسلامه عليها ومن الرجال هو علي بن أبي طالب رغم أنه علي بن أبي طالب سقد البعض يكون من يذكر علي بن أبي طالب يقول من الصبيان يعني كأنه ما يريد يصغر حجم المولى أمير المؤمنين طبعا الإمام أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام في أي عمر من مراحل عمره هو لا يختلف في قضية العلم والمعرفة بالله وبرسوله وبدين رسول الله صلى الله عليه وآله وذكرت لكم أحبتي في نهاية الحلقة الماضية أننا لا يمكن أن نقول أن علي بن أبي طالب أسلم لأنه إذا كان الإسلام هو التوجه والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى فهذا المعنى لم يفارق علي عليه الصلاة والسلام كان مع رسول الله يعبد الله في ذلك الغار غار حراء فإذن هو مجرد إعلان للإسلام وكان يقف خلف النبي صلى الله عليه وآله وخلفهما خديجة ولم يعبد الله على وجه الأرض إلا هؤلاء الثلاث طبعا علي بن أبي طالب كان في سن العاشر نزل قوله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وآله وأنذر عشيرتك الأقرب هذه نقطة جدا مهمة لابد أن نذكرها جمع رسول الله صلى الله عليه وآله أقرباءه ومن بن هاشم والفضل قال لو قلت لكم أن خلف هذا التل قوما يريدون غزوكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم فأنت الصادق الأمين هذه القضية أنه أحبتي كان النبي صلى الله عليه وآله نعت بالصادق الأمين لذلك أكون مفردتين مفردة الصالح والمصلح الإنسان إذا كان صالحا يكون محبوبا مرغوبا حينما يتحول إلى مصلح يمكن أن يبغض ويكره بعد ما النبي الله بعثه إليهم وأمر بالإجهار بالدعوة حورب رسول الله بعد أن كان الصادق الأمين الآن يحارب نعتوه بأنه ساحر بأنه مجنون وجملة لا أستطيع أن أتفوه بهذه الكلمات القاسية بحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول الشاعر جراحات السنان لها التيام ولا يلتام ما جرح اللسان جرح اللي يجرح بالآلة الجرح يلتأم لكن اللسان جرحه لا يلتأم لأنه يعني يجرح الأحاسيس المشاعر فقالوا نعم أنت الصادق الأمين نصدقك قال لقد جئتكم بخير ما جاء به وافد إلى قومه فمن منكم ينصرني على أن يكون أخي ووصي ووزيري وخليفتي من بعده لم يقم أحد إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله بالإشارة الأولى وقال أخي وابن عمي ووصي وخليفتي من بعده توجه القوم إلى أبي طالب قالوا يا أبا طالب إن محمدا يريد أن يجعلك تابعا لولدك هذا لاحظوا من أي باب وطبعا يسا إيمان أبي طالب ومعرفته وكتم إيمانه كمؤمن آل فرعون هذا يحتاج إلى بحث خاص لا شك في ذلك ولقد علمت عند علم ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا وكان يضع أولاده وأحدهم أمير المؤمنين حينما أخرجوا النبي إلى الشعب قلت لك من جملة المحاربة قلت لكم أخرجوا إلى الشعب شعب أبي طالب ثلاث سنين حصار اجتماعي واقتصادي حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان الأمير المؤمنين يذهب بالذات إلى النبي والمؤمنين جميعا في وزعه رسول الله وكان أبو طالب ينيم أولاده مكان النبي أربع أولاد طالب وعقيل وجعفر وعلي ينيمهم مكان النبي حتى يحافظ عليه من اغتيال قريش يحافظ عليه من اغتيال قريش له إذن هذا الذي يفدي ابن أخيه بأولاده ماذا نقول بحق هذا هل هو مؤمن برسالة النبي قد وعد يقول له هي عصبية قبلية لا أبو لهب إذن عم النبي لم تأخذ العصبية القبلية لكن أبو طالب حتما ويقينا عنده إيمان برسالة النبي اللي يفديه بنفسه وبأولاده فيضع أولاده وكان النبي خوفا عليه من الاغتيال وعهدهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى أن أمر الله تعالى بعد وفاة أبي طالب أمر الله نبيه بالخروج وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ونزل جبراعيل قال أخرج فلقد ما تناصرك من هو ناصره أبو طالب لذلك الحمزة موجود العباس موجود أعماما موجود لكن مجرد وفاة أبي طالب ورحيله إلى العالم الآخر ينزل جبراعيل أخرج فلقد ما تناصرك حتى يموه رسول الله على القوم بعث إلى علي عليه السلام ليلة يعني في الليل قال يا علي إن الله أمرني أن أهاجر وأن أضجعك مكاني فماذا أنت صانع قال يا رسول الله إذا نمت مكانك أو تسلم قال نعم قال نفسي لنفسك الوقى وروحي لروحك الفدة سجد شكرا لله قضية القتل يقينية لأن قريش انتخبت ستين واحد من كل قبيلة فرد ستين فرد أبطال صناديد بيديهم سيوفهم القاطعة يضربون النبي صلى الله عليه وآله ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل ولا تستطيع بن هاشم أن تجابي كل هذه القبال فيرضو بالدية وينتهي الأمر فهنا بعد أن أخبر جبرايل يخرج النبي ويضجع علي مكانه والقوم جاءوا رفعوا الغطاء وإذا به علي أين ابن عمك قال هل جعلتموني حارسا علي إذن هنا خرج النبي حافظ الله على رسوله بفداء ابن عمه وأخيه علي بن أبي طالب ذلك الله تعالى ينزل على النبي صلى الله عليه وآله هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله هنا يشري مو يشتري يشري يشري يعني يبيع بسم الله الرحمن الرحيم وشروه بثمن بخس يعني قصة يوسف أخوته بعو وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهد إذن هنا ومن الناس من يشري نفسه يعني يبيع نفسه في سبيل ماذا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله إذن علي باع نفسه لله في سبيل الله هذا موقف خلد به أمير المؤمنين بفدائه للرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللحديث بقية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطحرين ترجمة نانسي قنقر